اشتركوا في القناة والPS5 والإكس بوكس والستيم بالنسختين نسخة الستاندرد والنسخة الديلوكس وكالعادة يا شباب سايبر وانكي حبي شاركنا التجربة من أول يوم لإطلاق اللعبة فقام بإطلاق نسخة الديلوكس على جميع إصدارات البيئس فور المعدلة من 505 وحتى الإصدار 9 ونسخة الديلوكس إديشن يا شباب هي بتيجي مع الإكسترا دي أل سي واللي من ضمنها اللي هي دي أل سي الموسيقى الأصلية الخاصة بلعبة ريزيدنت إيفل فور وهذا جواب على سؤال بتكرر كثير دائما بالتعليقات هل اللعبة الفلانية رح تنزل على الأجهزة المعدلة أو هل اللعبة الكذا رح تنزل على الأجهزة المعدلة يا شباب الألعاب النازلة بـ 2023 كاملة رح يتم إطلاقها على أجهزة البيئس فور المعدل فهذا موضوع محسوم تماما بالنسبة لسايبر وانكي والأشخاص اللي بيشتغلوا معه وأتوقع أنتم شفتوا هذا من الإلعاب اللي صدرت بيوم الإطلاق أو من قبل بالأشهر الماضية لأن الموضوع ما إدلو علاقة بتحديث معين سواء 10 أو 10.01 فيبدو أنه سايبر وانكي والأشخاص اللي بيشتغل معه آخر سقادرين على أي لعبة تنزل على الجهاز البيئس فور أنه يعمل لها باك بورت على الإصدارات القديمة حتى لو ما نزلت من أول يوم فرح يتم إطلاقها بعد بأيام على أجهزة البيئس فور المعدل فهذا جواب لا سؤال بتكرر كثير أنه هل اللعبة الفلانية رح تنزل على أجهزة البيئس فور المعدل والسؤال أيضا رح يتكرر على لعبة هوغرست ليقاسي اللي رح تم إطلاقها بالشهر القادم إن شاء الله على أجهزة البيئس فور المعدل وأيضا إن شاء الله رح تم إطلاقها على الأجهزة من 505 وحتى الإصدار 9 أما النسخة اللي قام بإطلاقها سايبر 1K يا شباب فهي CUSA3338 وهي نسخة داعمة للغة العربية من ناحية النصوص والحوارات داخل اللعبة وأيضا أضاف الأبديت 1.02 مع اللعبة إضافة إلى الإكسترا دي ألسي الخاصة بلعبة ريزيدنت إيفل فالحجم الكامل يا شباب بعد تثبيت اللعبة والأبديت والدي ألسي 30 جيجا على جهاز البيئس فور إضافة للإكسترا دي ألسي اللي بتحتوي على إضافات الأسلحة وشخصيات لأليون ولباس لآشلي إضافة لأيضا موسيقى داخل اللعبة على القائمة الرئيسية لما تدخل على اللعبة رح تلاقي إنه خيار الإضافات ظهر عندك ولو تجهت على خيار النماذج رح تلاقي الألبسة الخاصة بليون وأيضا بآشلي موجودة داخل اللعبة اللي بتقدر تستعرضها بشكل مباشر مش كل الألبسة موجودة فقط بعض الألبسة اللي نعملها الأنلوك باستخدام الدي ألسي وباقي الألبسة لازم أنت تقوم بعمل الأنلوك إلها من أثناء لعبك بداخل اللعبة طبعا يا شباب من خلال بدايتك لللعبة رح تلاقي ثلاث مستويات وهي مستوى المساعدة والقياسي والصعب صدقا المستوى الصعب هو فعلا مستوى صعب وإذا ما كنت لعب فعلا محترف بريزنت إيفل رح يأخذ معك وقت طويل جدا اللعبة لأنه مستوى صعب جدا ومحدود بالموارد والطلق وكل شيء بقدامك والعداء حتى العداء صعبين بشكل كبير فإذا ما كنت محترف بريزنت إيفل ما بنصحك تلعب المستوى الصعب طبعا النقطة الجميلة باللعبة يا شباب إنها شغالة بستين فريم على جهاز البي اس فور مع الجرافيك الرائع اللي تتمتع في اللعبة اللعبة والطبيعة اللي فعلا تم تغييرها بشكل كامل بنسخة الريزنت فور الريميك على جهاز البي اس فور وايضا الحوارات مباشرة شغالة عربي داخل اللعبة رح تلاحظوا إنه بعض المشاهد السينمائية القليلة بداخل اللعبة إنه ما عليها ترجمة عربية فهاي تعتبر مشكلة من نفس اللعبة ممكن يكون لها إصلاح بتحديثات قادمة على اللعبة إن شاء الله أما بالنسبة يا شباب لتحميل لعبة ريزنت إيفل فور فهي متاحة على مجموعة من روابط ومنها روابط الوان فتشر اللي بيمكنك تحمل بشكل مباشر أما إذا بدك تحمل بروابط مقسمة فتم تحميل اللعبة على روابط الميجا وروابط الميديا فاير اللي ممكن تستخدمها بالتحميل عن طريق البوني درويد على هاتف الأندرويد أو عن طريق الجي داون لودر على البي سي فروابط التحميل المباشرة والروابط المقسمة موجودة على تطبيق بي اس فور جيمز بإمكانك تحملها بشكل مباشر أو بالشكل الروابط المقسمة اللي بدك إيها نقطة أخيرة يا شباب وهي الايكونز الخاصة بلعبة ريزينت إيفل فور ريميك فتم إضافة مجموعة من الايكونز الخاصة بلعبة ريزينت إيفل وأيضا بألعاب ثانية جديدة تم إضافتها أيضا تم إضافة الايكونز هاي كلها بتطبيق بي اس فور جيمز بإمكانك تحملها بشكل مباشر وتغير أيقونات اللعبة اللي بدك إيها فكل شي رح تحتاجه رح تلاقيه موجود بي وصف الفيديو إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة